Classification of Chronic Leukemia سرطان الدم المزمن Chronic Leukemia هذا المرض يتطور ببطء ويتفاق متدريجياً، وقد تحتاج الأعراض لفترة طويلة قبل أن تبدأ بظهور. وفي بعض الأحيان، يتم تشخيص سرطان الدم المزمن من خلال الفحص الروتيني قبل حتى ظهور أي أعراض، وهذا لأن الخلايا السرطانية في هذه الحالة تكون ناضجة لدرجة كافية للقيام بوظائفها مثلها مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية قبل أن تبدأ بالتفاقم. نوعان رئيسيان لسرطان الدم المزمن سرطان الدم الإنفاوي المزمن CLL سرطان الدم النقوي المزمن CML سرطان الدم الإنفاوي المزمن CLL هو مرض سرطاني يصيب الخلية اللنفاوية من نوع B يصيب البالغين وخاصة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين الستين إلى الثمانين عاماً يتصف المرض بالتراكم التصاعدي للخلايا اللنفاوية في نخاع العظم والعقد اللنفاوية وبالتالي انتقال المرض يحدث تدريجياً إلى بقية الأعضاء المصنعة للدم الأعراض من أهم الأعراض التي يمكن ظهورها بعد تطور المرض تضخم الغدد اللنفاوية التعب الشديد حمى فقدان الوزن ألم في الجزء العلوي الأيسر من البطن والذي قد ينتج عن تضخم التحال والتعرق الليلي سرطان الدم النقوي المزمن CML هو مرض سرطاني يصيب الخلايا الجذعية متعددة القدرات المسؤولة عن تصنيع خلايا الدم من أهم العلامات الفارقة في هذا المرض وجود التراب وراثي خلوي يسمى بكروموسوم فلاديلفيا PH كروموسوم وهو عبارة عن انفصام الكروموسوم رقم 22 والتصاقه بمكان الكروموسوم رقم 9 والتصاقه بمكان الكروموسوم رقم 22 الأعراض Symptoms من أهم الأعراض التي يمكن ظهورها فقدان الوزن الشحوب ضيق النفس النزيف لعدم فعالية الصفائح الدموية آلام العضلات والحمى اشتركوا في القناة